الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتحدث في هذا اللقاء عن أوصاف القرآن الكريم ذكرنا أسماءه فيما سبق ثم نذكر أوصافه طبعا الأسماء تعريف بالشيء فلان اسمه كذا فنعرفه من خلال اسمه فلو اقتصر على الاسم عرفنا المسماء الله نعرف بأنه الله سبحانه وتعالى الرحمن نعرف بأنه الله لذلك الفرق بين الاسم والوصف أن الاسم يكفي في الدلالة على المسماء أما الوصف فهو تابع للموصوف يعني حتى نعرف الموصوف لا بد من شيء قبل الوصف فلو قلنا مثلا مجيد هذا وصف فسيسأل سائل ويقول من هو المجيد إذن نقول الله المجيد أو القرآن المجيد إذن الاسم يكفي في التعريف بالشيء المسماء فلو اقتصرنا عليه عرفناه لكن لو ذكر وصف فلا بد أن يكون هناك موصوف حتى يعرف الشيء الذي وصف بهذا الوصف وأرجو أن يكون قد اتضح الفرق بين الأسماء والأوصف فالأوصف إضافية يعني أنها تبع للأسماء أما الأسماء فاستقلالية يسمى الشيء باسم يعرف هذا الشيء بهذا الاسم فاسم فلان هو كذا لكن وصف طويل قصير كريم شجاع لا يكفي بل لا بد أن يكون بعد الاسم أو معهما يدل على من اتصف بهذا الوصف فأسماء القرآن التي تدل عليه إذا أطلقت أربعة القرآن الكتاب الفرقان الذكر فلو قيل الفرقان عندنا كمسلمين طبعا عرفنا أن الفرقان هو القرآن لأن الله قال تبارك الذي نزل الفرقان سماه باسم لم يسبقه وصف أو لم يسبقه شيء الكتاب عندنا يحفظ الكتاب الكتاب هو القرآن القرآن هو القرآن الذكر إنا نحن نزلنا الذكر طبعا هذا يعرف من خلال السياق الذي يريد فيه نتحدث في هذا اللقاء عن أوصاف القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى وصف كتابه القرآن العظيم بأوصاف كثيرة المقصود من هذه الأوصاف التعريف بالقرآن الكريم أكثر حتى نعرف أهميته ونعرف فضله ونعرف مكانته ونعرف كيف ننتفع به فعندما نقرأ أوصاف القرآن في القرآن الكريم نتعرف على القرآن أكثر وقد قلت سابقا بأنه على قدر معرفتك بالشيء تهتم به فكلما كانت المعرفة بالشيء أكثر كان الاهتمام به أكثر إذا كان عظيما والذي لا يعرف الشيء لا يعطيه قدره ولذلك كذب الكفار بالقرآن لأنهم لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله فالتكذيب بالشيء فرع عن الجهل به عدم الحفاوة بشخص يعني قد يأتينا شخص عظيم له مكانه هناك من يعرفه وهناك من لا يعرفه من الذي يقدره من الذي يعظمه والذي يعرفه الذي لا يعرفه لا يقدره فهذه مسألة مهمة فحتى نعظم القرآن حتى نهتم بالقرآن يحتاج أن نعرف أسماء القرآن وأوصاف القرآن فوصف الله هذا الكتاب العظيم بأوصاف كثيرة حتى نتعرف عليه أكثر يقول المؤلف منع القطار رحمه الله ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة والأوصاف أكثر من الأسماء منها نور يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا طبعا الأقرب والله أعلم أن المراد بالبرهان هنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه برهان من الله دليل على الحق وأنزلنا إليكم نورا مبينا هو القرآن لأنه قال وأنزلنا إليكم نورا قال قد جاءكم برهان الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليكم نورا مبينا هو القرآن وأنزلنا إليكم نورا وصفه الله بأنه نور والمقصود به القرآن وبعضهم يذكر أن النور من أسماء القرآن لأن القرآن يسمى نور فلو قيل النور يمكن أن يقال بأنه القرآن فهناك من يسمي يجعل النور اسما للقرآن وهناك من يجعله وصفا وكونه وصفا أقرب وصفه الله بأنه هدى وشفاء ورحمة وموعظة كما في قوله تعالى كل هذه الأوصاف تجعلنا نلتمس الهدى من القرآن ونلتمس الشفاء من القرآن ونطلب الرحمة بما في القرآن لأنه رحمة فمن أراج الرحمة فعليه بالقرآن فبه تتحقق الرحمة وموعظة أعظم موعظة هي موعظة القرآن وصفه الله بأنه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وأنزلنا إليك قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته المبارك هو كثير الخير والبركة كثرة الخير فالقرآن مبارك على كل من أقبل عليه وقرأه وعمل به واشتغل بتفسيره القرآن مبارك من حيث هو ففيه الخير الكثير وفيه المعاني العظيمة حتى إن من وجوه بركته كثرة المعاني المستنبطة من آياته وألفاظه القليلة فالقرآن مبارك فالتمس البركة من القرآن الكريم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة هذه البقرة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فمن أراد البركة وكثرة الخير فعليه بالقرآن ومن لا صلة له بالقرآن فلا بركة فيه عياذا بالله وصف الله كتابه بأنه مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين القرآن مبين واضح بين يبين الحقائق ويجل الأمور لا كما يزعمه بعض الجاهلين أو كما يظنه بعض الغافلين بعضهم يظن أن القرآن صعب لا القرآن سهل القرآن واضح القرآن بيّن لكنه يحتاج إلى من يقبل عليه ويلتمس الهدى منه بل هو آيات بيّنات في صدور بل هو آيات بيّنات يعني آيات واضحات فالأصل أن القرآن بيّن واضح من كان من أهل اللسان العربي وأقبل على القرآن يلتمس الهدى منه اتضح له ويبقى أن الأمور التي تشكل وتخفى قليلة ويمكن أن يسأل عنها فيوصل إليها فالقرآن مبين القرآن بشرى مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين يبشر المؤمنين كما قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا القرآن عزيز إن هذا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز العزيز صاحب المكانة العزة الرفعة العزيز الذي لا ينال ولا يؤذى ولا يستطيع أحد أن ينتقص منه لعظمته وعزته القرآن عزيز لأن العزة من معانيها العظمة هذا فلان عزيز له مكانة عظيمة ومن معاني العزة يعني له عزة وسلطان ومن معاني العزة الندرة فلان عزيز ومنه الحديث العزيز وقل عزيز ما روى راوين فقط العزيز النادر فالقرآن لا مثيل له ولا كتاب يشبهه فكل هذا من ما يدخل تحت وصف العزيز القرآن مجيد والمجد السعة قاف والقرآن المجيد السعة فما فيه من المعاني والخيرات واسع لا حد له والقرآن بشير ونذير كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا إلى غير ذلك من الأوصاف كل هذه الأوصاف أيها الإخوة الكرام تجعلنا نتعرف على القرآن أكثر وننتفع به أكثر ونستثمر هذه الأوصاف في التعامل مع القرآن والاهتداء به مثلا القرآن من أسمائه الذكر ويوصف بأنه ذكر كما قال الله عز وجل وأختم بهذا حتى نبين موقف سهل واضح يبين كيف أن هذه الأسماء والأوصاف تثمر وتؤثر على المتلقي للقرآن قال الله عز وجل قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم طبعا فيه ذكركم شرفكم فيه وصفكم وبيان حالكم فلأحنف ابن قيس كان يقرأ هذه الآية لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني فيه حالكم وصفتكم وشأنكم فقال ألتمس ذكري في القرآن ما حالي في القرآن ما وصفه في القرآن فأخذ يقرأ القرآن فإذا مر بآيات في وصف الكافرين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون قال أعوذ بالله أن أكون من هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قال أعوذ بالله أن أكون من هؤلاء فإذا مر بآيات في وصف المؤمنين الكمل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال لم أصل إلى هؤلاء فأخذ يقرأ في القرآن حتى بلغ قول الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله وإي توب عليهم إن الله غفور رحيم قال اللهم هؤلاء يعني أنا من هؤلاء وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله وإي توب عليهم فالشاهد أيها الإخوة الكرام إذا تعرفنا على القرآن أكثر اهتدينا به أكثر وهذه قاعدة في الحق من عرف الحق معرفة حقيقية أقبل عليه ومن جهله عاده بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون لما لم يعلموا الحق أعرضوا عنه فأقبلوا ووفقني الله وإياكم على القرآن وتعرفوا عليه من خلال ما ذكره الله فيه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعنا العلم النافة والعمر الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القرآن